بس أرجع وأقول يعني المجلس، مجلس النواب بعد مهرجان سلب الإرادة للنائب العراقي الأخيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى مجلس مصان ومحترم من قبل الشعب لا يمكن لأن الشعب والناخب العراقي شعره من خلال الجرسة الأخيرة بأن إرادته مغيبة وإرادة النائب كانت مغيبة الناخب، إرادته مغيبة من خلال تغييب وسلب إرادة النائب والنائب حينما يجبر وحينما يلزم بخيارات زعيم مو كتلته، زعيم الحزب والزعيم السياسي والممول السياسي هذه مشكلة هذه حقيقية علينا أن نراجع خياراتنا في بقاء النظام البرلماني حقاً يعني أتحدث هذا البرلمان لا ينفع أن يستمر التجربة المنيابية في الإعراض سووا دعوات لانتخابات البرلمانية مبكرة لا 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 مدعوات لانتخابة مبكرة دعوات شنو؟ لا والله أنا من آني وأصدقائي وكل الأحزاب الناشئة الأولى علينا أن نغير قناعة الناخب العراقي وأن نصوب إرادته بأن يختار نظام جديد نظام جديد، هذه مهزلة أنت كل دورة نيابية لا يتحكم بها الناخب لا يتحكم بها مزاج الناخب ولا يمكن أن تحترم مزاج الناخبين ولا يمكن أن تنصى على إرادة الناخبين تنصى على زعماء والزعماء معدودين ومعروفين يحضرون إلى البرلمان تنحل أزمة سياسية ما يحضرون إلى البرلمان تبقى أزمة مستعصية وبعدين المواطن مغيب تماما إرادة وين النواب اللي يتحدثون أنه إحنا ممثلين عن الشعب البرلمان زي أنا سأيلك بالله الزعماء السياسيين اللي ما أعطهم صفة رسمية الزعماء السياسيين اسمح لي قبل أن تنتقل ما أعطهم صفة قانونية ما أعطهم صفة دستورية والله لأن زعيم سياسي لا منتخب من قبل الشعب لا اختار الشعب يدخل بحرية وبكل وقت وماتها ما شاء إلى مجلس النواب هو مو اسمه سلطة الشعب يفتح أمام الشعب الشعب الآن يحق له أن يحضر جرسة من الجرسات وفق النظام الداخلي وفق الدستور العراقي جرسات البرلمان علنية وبحضور الشعب بحضور منظمات المجتمع مدني بحضور ممثلين بحضور النقب بحضور الإعلام التحدى وسيلة واحدة تدخل كامرتها إلى قاعة مجلس الشعب سلطة الشعب صح ما كويش حد شعب احنا نتحدث الآن عن برلمان لا ينفع أن يستمر كتجربة بعد اللي حصل حقيقة احنا نتحدث عن استقرار سياسي موجود الآن تتنعم به أحزاب سياسي لكن الآلية التي تم اختيار بها السيد محمود المشهداني لا يمكن بأي حال من أحوال أن نختارها والتالي نعتبرها آلية وبالتالي ستدعون إلى انتخابات برلمانية مبكرة لا ندعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة لا قيمة ولا جدوى من أي انتخابات في ظل قناعة القوى السياسية بأنها تتحكم بهذه التجربة وبهذه المعادلة وبهذا البرلمان بوفق إرادتها ووفق مشتهاها ووفق قناعتها وشوكة ما تريد ما يصير هذا موحجي هذا الدستور يجب أن نحترمه هذه قناعة الناخب يجب أن نحترمها هذا الشعب اللي يروح ويكافح ويوصل إلى صندوق الاقتراح حتى ينتخب ممثل إليه بعدين يصعد النائب للبرلمان يقشمر على الشعب ويكون ممثل الزيت والعمر والعلي بالبرلمان ما ريد أذكر أسماء أنا حقيقة ما ريد أجرح مشاعر القوى السياسية خافص أنه انتجان على الرأس وخافص أنه خطوط عمراء بس هذا الواقع هذا مؤسف يعني هذا البرلمان ما عادي يمثلني بتجربته ما عادي يمثلني بوجوده ولا عادي يمثلني بكيانه الاعتباري برلمان منتهك من قبل الزعماء السياسيين يحضرون الزعماء السياسيين تمر موازنة ما يحضرون تتعطى الموازنة يحضرون ينتخب رئيس ما يحضرون الزعماء السياسيين ما ينتخب رئيس يحضرون الزعماء السياسيين يمر قانون ما يحضرون ما يمر قانون ترادت الشعب وينها خلي استاذ والي جاوبك شكرا